مبعوث أممي ثالث إلى اليمن هذه المرة تتجه الأمم المتحدة إلى تعيين البريطاني مارتين غريفتش مبعوثا جديدا لمواصلة المهمة التي أخفق فيها مبعوثان سابقان تميزا بقدرتهما على التواصل مع كل المكونات اليمنية دون وسيط المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان ججاريك أكد في تصريحات له أن المبعوث الأممي الحالي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيترك منصبه مبعوثا للأمم المتحدة إلى اليمن نهاية فبراير المقبل بعد نحو ثلاث سنوات من وظيفته ججاريك لفت إلى أن تفكير ولد الشيخ ينصب حاليا على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدبيرا في العالم لم تيأس الأمم المتحدة بعد من إمكانية إنتاج حل للأزمة والحرب الذين يزدادان تعقيدا على الساحة اليمنية لكن لا مؤشرات على ما يبدو إلى أن المبعوث الأممي الجديد قد يظفر بالفرصة المناسبة لتحقيق السلام في هذه المنطقة المضطاربة من العالم تشير السيرة الذاتية للمبعوث الجديد إلى أنه كان أول مدير تنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام ومديرا مؤسسا لمركز الحوار الإنساني في جنيف حيث تخص في تطوير الحوار السياسي بين الحكومات والمتمردين في مجموعة من البلدان وفي الوساطة الدولية لحل النزاعات إضافة إلى انخراطه في مهمات إنسانية وإغاثية تحت مظلة الأمم المتحدة على نحو دفع بالمراقبين إلى الاعتقاد أن مارتين غريفتش ربما يدفع أكثر بالبعد الإنساني للصراع إلى الواجهة ويكرس أولوياته في مشهد الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في اليمن ويرى المراقبون أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ كما هو سلفه بن عمر خلف ملف الأزمة والحرب في اليمن مفتوحا مع قدر كبير من الجمود في مسار السلام يعود إلى الموقف العدائي الذي عبر عنه الانقلابيون تجاه ولد الشيخ بلغ حد الاستهداف المباشر له في زيارته الأخيرة لصنعاء في ما يؤيار من العام المنصرم اشتركوا في القناة